بسم الله الرحمن الرحيم في الصف العاشر ذكورا وإناثا معلمكم معلم التربية الإسلامية حمد الحديد وصلنا عند الدرس الحادي والعشرون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الثانية عشر الهجرة في ربيع الأول قوله صلى الله عليه وسلم هذا يوم ولدت فيه وأموت فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وذلك في السنة العاشر الهجرة وحج معه مئة ألف من المسلمين وسميت هذه الحجة بعد ذلك بحجة الوداع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بها أصحابه بقوله في الخطبة أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي بهذا الموقف أبدا كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات قد حج المسلمون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حجتين حجة حجة كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه أميرا فيها كان وحجة بأمرة بأمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سميت بحجة الوداع كما تناورت خطبة حجة الوداع عندما النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم تناورت عدة قيم ومنها قضايا مهمة ومنها تأكيد قيم الأخوبة والوحدة فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما المؤمنون إخوة كما حرمة الاعتداء يا إخوتي على الدماء والأموال والأعراض لقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وأبطل صلى الله عليه وسلم من عادات سيئة عند العرب في الجاهلية مثل الثأر والربى فقال صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دماء نادم ابن ربيع ابن الحارث ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه أضع ربانا رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله هناك يا إخوتي أمر مهم فلماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوضع دمه بوضع دم ابن عمه ربيع ورب عمه العباس وذلك لبيانا للناس أن هذا الدين لا يوجد فيه لا واسطة ولا محسوبية وإنما أول من يحاسب هو ابن جلدتنا رابعا تأكيد أهمية الأسرة وتماسكها وأداء أفرادها للحقوق لعجوة المطلوبة منهم لقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النساء فاتقوا الله في النساء فإنكم أخفتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطأنا فرشكم أحدا تكرهونه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم السابق ثم أبين دلالة قوله فاتقوا الله في النساء وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نهتم بالمرأة وأن لا نعاملها مثل ما عملت في الجهلية فهي نصف الرجل وهي نصف المجتمع أيضا وهي أمك وأمي وأختك وأختي وابنتك مستقبلا وابنتي فيجب علينا يا أحبة أن نعامل المرأة معاملة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحقوق لكل من رجل المرأة واجباتهما حق طاعة الزوج فهو واجبا على الزوج أيضا وحق المراث واجب للمرأة أيضا وحق المهر إلى آخره من الحقوق والرجل عليه واجب النفقة والمرأة عليها واجب تربية الأولاد إلى آخره من الواجبات خامسا وجوب التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه والعمل بالأحكام الواردة وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فننتضل أبدا أمرا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع طلب إلى أصحاب الالتسعدات كانت هذه في غزوة مؤتة في غزوة نعم مؤتة التي أمر عليها نعم أسامة بن زيد غزوة اليرموك التي أمر عليها أسامة بن زيد رضي الله عنها رضي الله عنهما لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء بدأ يشكو من صداع شديد إذ كانت الحمى الشديدة تصيبه من حين إلى حين فاستأذن زوجاته بأن بنت أبي بكر زوجاته في أن يمرض في بيت زوجته عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وقد كان بيتها لاسق للمسجد طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار بيت عائشة وذلك لأنه قريب من المسجد وأنه لا يبعد كثير من المسجد وليس فيه مشق على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مريض كما أن عائشة كانت أصغرهم سنا وبإمكانها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومع شدة مرضه صلى الله عليه وسلم لم يقو على الصلاة في المسجد فطلب إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يأم الناس وفي أحد الأيام شعر بتحسن فخرج إلى الصلاة مؤتما بأبي بكر وهذا يدل على أن أبا بكر هو خليفة رسول الله صلى الله وسلم وفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادي عشر الهجرة شعر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسن فخرج المسجد وجلس مع الناس يوجههم ويرسدهم ثم رجع عليه الصلاة والسلام فاتجع في حجر عائش رضي الله عنها واخذ سواكا فاستاك به وجعل يدخل يده الماء ويمسح به وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم رفع يده فجعل يقول بل الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها وقد انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة فمنهم من دهش ومنهم من لم يقدر على القيام ومنهم من لم يقدر على الكلام وأما عمر رضي الله عنه أرضاه فانكر خبر الموت النبي صلى الله عليه وسلم بادئ الأمر من جهشته حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل بيت ابنته عائشة رضي الله عنه وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا ثم خطب في الناس قائلا ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما توقتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فأدرك الصحابة رضوان الله عليهم من كلام أبي بكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره ثلاثة وستون عاما قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة قد دفن صلى الله عليه وسلم في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي أصبحت جزءا من المسجد النبوي بعد التوسيع التي حصلت له لاحقا النبي صلى الله عليه وسلم توفي مكان ما مات لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث ما نموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته